بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني في الوحدة الخامسة الاحتكاك عندنا نوعين من الاحتكاك اللي هو الاحتكاك الحركي والاحتكاك السكوني ولكل منهما تعريف وللاحتكاك بالصفة عامة تعريف وهو أن جسم يلامس جسم آخر جسم يلامس جسم آخر لإحداث الحركة طبعا هذا الاحتكاك ينقسم إلى قسمين اللي هو احتكاك حركي واحتكاك سكوني الاحتكاك الحركي تعريفه أنه قوة تؤثر في السطح عندما يتحرك ملامسا جسم آخر قوة تؤثر في السطح عندما يلامس جسم آخر وهذا الشرط الشرط الحركة في الاحتكاك الحركة أنه لابد أن يكون هناك قوة ومثال هذا مثال لهذا التعريف أنه عندك مثلا كتاب وربطت بحبل واجهت تسحبه لابد أن تؤثر بقوة معينة تتغلب عن القوة الكامنة في هذا الكتاب يعني في حجم هذا الكتاب يعني إذا كان الكتاب مثلا وزنه كتلة 8 كيلو جرام طيب الكتلة هذي تتأثر بطريقة مباشرة مع الجاذبية الأرضية وعلشان أجيبه الجاذبية أضره 8 في 9.8 يطلع لي مثلا 50 نيوتن أنا لازم أأثر في هذا الكتاب أكثر من 50 نيوتن علشان إيش علشان أحدث الحركة علشان أحدث اه احتكاك حركي إذن أنا أحتاج إلى قوة معينة أكبر من الكتاب علشان أقدر أحركه في أي تجاه سواء يمين أو يسار أو أي مكان ومن شروط الحركة أنه لابد الكتاب أن يلامس سطح الجسم أو أي جسم آخر سواء طاولة أو ورقة أو خشب أو أي شيء ثاني وعندنا في الأسطح نوعين في أسطح ملساق وأسطح خشن الأسطح الملساق تطول فيها الحركة أما الأسطح الخشنة الحركة فيها تكون قليلة يعني أنها توقف بسرعة توقف بسرعة أما الاحتكاك السكوني تعريفه أنه قوة تؤثر في السطح بواسط السطح آخر عندما لا تكون هناك حركة بينهما طبعا الاحتكاك الحركي هي لحظة حركة هذا الكتاب أما الاحتكاك السكوني هي نفس الكتاب ونفس الحبل ونفس القوة لكن أنا جالس أسحب الكتاب ولم يحدث حركة بشكل مباشر يعني أنا أحتاج أنه أسحب شيء وأحسبه أنه مثلا خفيف وأجلس أشد فيه لما يتحرك في اللحظة اللي أنا جالس أسحب فيها وما تتحرك هو هذا يسمى بالاحتكاك السكوني وشرط الاحتكاك السكوني أنه لا تكون هناك حركة بينهما يعني وزن الكتاب قلنا خمسين ميوتين أنا جيت قعد أسحب أربعين وبعدين زودت خمسة وأربعين بعدين زودت خمسين بدأت حركة بعدين زودت قليتها خمسة وخمسين في هذه الحالات السابقة كلها هي تسمى الاحتكاك السكوني اللي أنا جالس أشد فيها وهي مهيس تتحرك بعد الخمسين بدأت تتحرك معي هذا هو من الاحتكاك الحركي اشتركوا في القناة